هناك شيء يفوق الخيال عند رؤية قدم صغيرة تتحرك في داخل البطن من الخارج الآن بعد أن أصبح الجنين كبيرا سوف تدرقين الركلات والضربات في أماكن عديدة غير متوقعة أنت تشعرين بأن شيئا ما يضرط هناك في الداخل هذا صحيح أنت تقتربين من اليوم العظيم من الموجح أنك تشعرين بالفعل في الأسبوع الواحد والسلاثون بآلام المخاض الكاذبة في كثير من الأحيان تشعرين بآلام في بطنك ذلك لأن الرحم يضغط عليها هناك معتقد شائع بأن تناول الأمور الحلوة يجعل الجنين يتحرك أكثر لكن الحقيقة هي أن انخفاض السكر في الدم يقلل في الواقع من حركات الجنين قريبا في الأسبوع السادس والسلاثون سوف يستدير الجنين ويتهيأ لوضعية الخروج مع الرأس إلى الأسفل نحو الخارج بالمناسبة فإن الاستدارة تميز حالات الولادة الأولى وفي الولادات الثانية واللاحقة لا يحدث ذلك دائما بل يبقى الطفل مع الرأس إلى أعلى حتى أثناء الولادة هذه ليست الحالة المثالية إن النساء الحوامل للمرة الأولى غالبا يشعرون أقل بآلام المخاض الكاذب وهذا بالمقارنة مع النساء الحوامل للمرة الثانية وأكثر كلما اقترب موعد الولادة تصبح آلام المخاض الكاذب أقوى وأطول وهذا كل 15 إلى 120 ثانية لكل منهما استخدمي هذه الآلام للتضرب في الأسبوع الواحد والسلاسون أنت في حاجة إلى التضرب كثيرا على ما يتم تعليمه في دورة التحضير للولادة يبلغ وزن الجنين الآن حوالي واحد ونصف كيلو جرام أما طوله حوالي 41.1 سنتيمتر خلال الفترة القريبة المقبلة سوف يتهيأ الجنين في وضعية الرأس إلى أسفل ويعد نفسه للولادة في هذه الفترة يرتفع وزن الجنين بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة سوف يزيد وزنك بحوالي نصف كيلو جرام في الأسبوع نصف هذا الوزن سيذهب إلى الجنين لذلك فإنه سوف يضاعف وزنه خلال الأسابيع المقبلة على ما يبدو يحصل تباطئ في نمو الجنين بالمقارنة مع الفترة السابقة لكن الدماغ يتطور بسرعة وكذلك بأتان إذا كان الطفل ذكر سوف تبدأ خسيته في النزول من تجويف الجسم إلى كيس الصفين أنت تتساءلين الآن ماذا يفعل الجنين في داخل الرحم في هذه الأيام إنه يومض ينظر حوله ويمسك أشياء ويبدي تعابير في الوجه ويتمرن على التنفس ويطرح البول ويستمع إلى كل الأصوات من حوله مثلك تقريبا وبالضبط ما سوف يفعله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياته في الأسبوع الواحد والثلاثون يجب الاستمرار بإجراء الفحوصات الروتونية يجب إجراء تقدير لوزن الجنين واختبارات الحمل الروتينية من قبل الطبيب المعالج وفحص تعداد الدم وفحص كمية الحديث في الدم وفحص البول في هذه الفترة أنت تعانين من الإمساك والبواسير ذلك لأن تدفق الدم من الجزء السفلي من الجسم إلى القلب يكون صعبا والسبب الضغط الذي يسببه الجنين وللحد من الإمساك والبواسير يجب أن تحاول تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف